في أوروبا والدول المتقدمة ومعظم دول العالم المتحضر بتحصل حاجة غريبة قوي ومش مفهومة إطلاقا وهي إن الرؤساء في الدول دي بيسيبوا الحكم وبسلموا السلطة لغيرهم وهم عايشين عادي طب ليه أجد عنه هل الرؤساء هناك مثلا بيزهقوا من السلطة وبيزهدوا فيها ولا ما عندهمش جيوش وأجهزة أمنية يقمعوا بيها الناس ويفضلوا في الحكم غصب عن التخين والرفيع ولا ما يعرفوش يعدلوا الدستير بتاعتهم ويعودوا على كرس السلطة للأبد زي مسيحة الرئيس الزعيم السيسي عمل كده ولا هي بالضبط بس الأمانة يعني معالي المشير رسول فلاسفة ما عملش كده لأنه متمسك بالسلطة مثلا أنا سمح الله واللي هيموت عليه بالعكس السلطة هي اللي متمسكة بيه وشطنة في نويته ومش رادي تسيبه ويمشي فبيطر يسمع كلامها بقى ويعود على نفسنا عشان ما يزعلهاش سنة 2020 انتخابات الرئاسة الأمريكية كانت مولعة والتنافس كان شغال على ودنه بين دونالد ترامب وجو بايدن والمؤشرات كلها في الأول كانت بتقول إن الحاج ترامب هيكسب الانتخابات دي وهيحكم لفترة تانية وهيفضل راكن في البيت لبيض بس مع استمرار الفرز كان واضح إن بايدن بيعمل ريمونتادة وبيتقدم وبيشرخ ومحدش عارف يوقفه وترامب بقى هيجنن ومش عارف يتصرف إزاي عشان يلحق الأصوات اللي عمالة تغرب منه دي وتروح لبايدن يحط كم يافطة زيادة في الشوارع ولا يوزع زيته وسكر وهامبورجر عند تمثال الحرية ولا يخلي إفانكا بنته تنزل طرقص قدام اللي جان عشان تجذب الأصوات ولا يب الزبط بس في الآخر ما عارفش يعمل حاجة برضه ونقطة المجمع الانتخابي فضل الطوع في حجر بايدن نقطة وراء التانية وترامب ما بقاشه قدامه غير إنه ويعترف بالهزيم زي كل رؤساء أمريكا اللي خسروا الانتخابات على مدار السنين اللي فاتت بس ترامب قال لا أنا غير الرؤساء التوتو الخراعين اللي فاتوا دول خالص أنا راجل مجنون ومشطبيعي ومش هعترف بالهزيم وفضل ترامب الليل النهار يشكك في نزاهة الانتخابات ويطلع بيانات يتهم فيها الحزب الديمقراطي بالتزوير ويلف في كل محاكم الأسرة عشان يرفع قضايا ويطعن في فوز بايدن بس في النهاية كل ده ريسي على ما فيش وترامب خسر القضايا وبيانات التشكيك في نزاهة الانتخابات بتاعته بلاها وشير بميطة حتى أفراد حملته الرئاسية والقيادات الحزب الجمهوري نفسهم لما لقوا مختال لكده سابوه واقف لوحدة واعترفوا بخسارته مرضوش يكمله معاه في السكة اللي ماشي فيه وترامب لما شاف ان كل أعوانه بعوه هاجب زياد وعمل عملة سودة وقرر يبعث أتباعه ومحبيه على الكونجرس الأمريكي عشان يقتحمه وينطه من فوق صوره ويوقفه جلسة إعلان نتيجة الانتخابات وفوز بايدن وحصل يومها اشتباكات وحورات وأفلام وقعت الكونجرس اتحولت لساحة معركة وكل سيناتور بقى يجري في حت والحزب الديمقراطي نزل بيان وقتها قال فيه إن اللي حصل ده محاولة من ترامب الهاد من نظام الديمقراطي اللي أمريكا ماشي على عاجينه وبقالها قرون وما بيطلخبطوش وترامب نفسه جاب وراء وطلع قال أنا ما ليش دعو باللي بيحصل وما قلتش لحد يقتحم الكونجرس وما عرفش الكونجرس ده عنوانه فين أصلا عشان أبعد حد عليه وبعد شوية كده الأمن الأمريكي سيطر على الموضوع ونواب الكونجرس طلعوا من تحت الكراسي اللي كانوا مستخبين تحتها والجلسة عملت عادي جدا وتم إقرار نتيجة الانتخابات وإعلان فوز بايدل بشكل رسمي بس الحكاية ما انتهيتش على كده والتحيات فضلت شغالة في قضية اقتحام الكونجرس عشان يتعرف مين اللي وراء الجريمة دي ويحكموه ويعلقوه من مناخه وحاليا فيه جلسات استماع علانية تحت إشراف لجنة برلمانية في الكونجرس بتتنقل على هوا قدام الدنيا كلها للتحييف اللي حصل في كل الشفافية في هنا بقى ملحوظة مهمة جدا وهي ان الاخ ترامب لما حاب يعمل فيها ابراهيم الابيض ويقطع بطاقة ويقول ما فيش حد غيره هيحكم هنا ويعطل تدول السلطة ما قدرش يوصل لأي حاجة نهائي والعملية الديمقراطية مشت في سكتها عادي جدا زي السكينة في الجاتو وترامب لا قدر يمنع جلسة الكونجرس ولا عارف يكلم مباحث أمن الدولة الفيدرالية عشان تقبض على بايدن وتمنعه من الترشح ولا رفع التليفون على لوة من خير مارينز الأرض عشان يبعط له قوات تقعده في السلطة بالعافية ولا ضغط على قضاء الأمريكي النازيه عشان يحكم بتزوير الانتخابات ولا حتى استجرى انه يوعد في البيت لابيات ثانية واحدة بعد المعادل بيحدده الدستور طب ليه ترامب مقدرش يعمل كل الحاجات دي مع انه مش ناكرة يعني ولا ما كواجي رجل ده راجل متصيط وليش عبية كبيرة وكان رئيس لمدة اربع سنين بحاله واكيد له علاقات قوية بكل مؤسسات الدولة واجهزتها السيادي الاجابة ببساطة ان ترامب ده نفسه فاهم ومتأكد ان مفيش حد اوجهة او مؤسسة في امريكا هتساعده في حاجة ضد الدستور والقانون او بتعطل العملية الديمقراطية بالعكس ده لو فكر يعمل كده المؤسسات دي نفسها ممكن يكلوه عشان يحموا الدستور والقانون عبال امريكو المادة 20 من الدستور الامريكا اللي يحرصه بتحدد الساعة 12 الظهر من يوم 20 يناير اللي بيجي بعد انتخابات الرئاسة كل 4 سنين عشان الرئيس القديم اللي هيسلم السلطة يلم حكته في بقجة ويتكل على الله يفضل بيط الابيض للي جاي بعده قبل المعدة طب الناس دول مالهم ديقين كلا ليه وبيحددوا المواعد بالديقة والثانية يا الدنيا طارت يعني ما ينفعش يسيبه الراجل شوية لتنشر ونص مثلا على ما يصحب راحته ويفوق ويفطر ويشرب قهوته ولا يدوله فرصة لبعد المغرب عشان يمشي في الطراء وبدل نقاحة الشمس بتاعة الساعة 12 دي قالك لا ما ينفعش مواد الدستور لازم تتنفذ بحزة فرن وترامب رغم كل العوائل اللي عمله خد شانطته تحت باطه وحط عزاله على كتفه ونفذ امر الدستور وفرق البيت الابيض قبل المعادة الدستوري بساعتين برضو لانه عارف ان الدستور ما فيهش هزار ومحدش هيرحمه لو اخلي بيه او كسر كلامه بيقول لك كمان ان الدستور الامريكي الغلس ابن اللازينة ده عامل حساب كل المواقف اللي ممكن تحصل ومسايب اي حاجة للصدفة خصوصا في موضوع تداول السلطة يعني مثلا الجماعة اللي عامل الدستور الامريكي من مئات السنين قالوا لو الرئيس الامريكي المنتخب ده اول ما سمع خبر فوزه في الانتخابات قلبه ما استحملش الفرحة وجات له ساكتة وطب ساكت قبل ما يستلم السلطة اوه هو ركب المقرباص وراح على البيت الابيض عمل حدثة على الدائري وراح فيها ساعتها الرئيس القديم برضو مش هيقعد ثانية زيادة في البيت الابيض عن المعاد المحدد طب ليه اخوان ما سيبوي سير الاعمال شوي انا لقل ده واخد على البيت الابيض وعارفه قوضة قوضة واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش قال لك لا برضو مش عاوزين نشوف وشه بعد نهاية فترته واللي يمسك السلطة ساعتها نائب الرئيس المنتخب ولو الدنيا نحست قوي والنايب كان راكب مع الرئيس الجديد في نفس المقرباص اللي عمل حدثة ساعتها السلطة بتروح بشكل مؤقت لرئيس مجلس الشيوخ او النواب طب وهي مواد الدستور الامريكي دي لازم تبضل سابتة كده متتغيرش ابدا يعني ماينفعش يحصل فيها تعديل بحكم الزمن والتطور خالص يعني قال لك لا ينفع عادي احنا خدمين التطور بس عشان يحصل اي تعديل لازم يكون فيه شرطين الشرط الاولاني ان التعديل ده يتوافق عليه باغلبية الشعب والكونجرس كمان الشرط التاني بقى وده المهم ان الرئيس اللي التعديل بيحصل في فترته مايستفيدش منه والتعديل ده يبدأ يتطبق في عهد الرئيس اللي بعده والشرط ده محطوط مخصوص عشان يمنع اي رئيس دماغه تسوحه والشيطان يركبه ويفكر انه يعمل تعديل لهدف شخصي او لصالح بقاءه في السلطة لا دستورة امريكاني مالك فيه ما توسع خلقك شوية وتبطل عكنانة عن رؤسة وتديق عليه فيها ايه يعني لما الرئيس من دول يعمل تعديل على الدستور عشان يقعد على كرسي الحكم فترة قصيرة كده زيادة يعني لحد مايموت مثلا هو لازم يعني الرئيس اللي يعمل كده يكون طمعا في السلطة لا طبعا انت لو نيكوا وحشة وبتظنوا في الزعماء ظن السوق مش عارف ليه ممكن جدا الرئيس يعمل كده عشان مصلحة الوطن مش مصلحته الشخصية او عشان ينقذ البلد من الاعداء اللي رقدلها في الدورة او عشان يكمل انجازاته لانه معروف ان الانجازات بتقفش لما الرئيس اللي بدأ شغلي فيها يتغير وبتتأمس وبترفض ان اي رئيس تاني يمد ييده فيها او يكملها وهنروح بعيد ليه عندك مثلا سمو معالي جنب الرئيس السيس الزعيم الملهم وطبيب الفلاسفة الراجل العظيم ده بقى لما عدل الدستور في 2019 تفتكره كان طبعا في السلطة لا طبعا ده راجل نبي قد الدنيا يعني عنده شغلانة تانية اهم من رياسة بكتير ولو ساب الحكم هيكمل في النبوة عادي مش هيقعد عواطلي يعني كل الموضوع ان الرئيس كان محتاج يكمل مشاريعه وفناكيشه اللي بدأها لانه هو الوحيد اللي معامة فتحها ده غير ان الخونة والاعداء والمتأمرين كانوا مفنجلين عينهم ومستنين اللحظة اللي بدأ حيقوم فيها من عالكورسي عشان يهجموا عالبلد ويغتصبوا الشعب نفر نفر هي دي الاسباب اللي خلي الطرح النخلة يضطر انه يكمل في السلطة للأبد ويلزق في الكورسي فهم عمل ايه بقى بعد جاب الخبراء الدستوريين المطبلاتية وترزية القوانين بتوعه والبرلمان اللي كان رئيسه ساعتها علي بيها عبعال وقام طلع دستور 2014 من النيش وفتحوا قدامه قال لهم يلا جماعة مدوا ايديكم متكسفوش العابوا في الدستور براحكوا ووروني الشطار وبدأ الشغل اللي على مية بيض ايه ده فترة الرئاسة اربع سنين بس ايه المدة القصيرة دي والرئيس هيلحق يعمل ايه ولا ايه في الوقت القليل ده ده على ما يحلف اليمين ويوصل اصر الرئاسة عشان يبدأ الحكم يكون اربع سنين ده الخلص ولا هيلحق ايه ابن البلد ولا يقطف سمار التنمية لزرعها ولا يحفظ على الاستقرار والامن والامان ولا حتى يكمل انجازها لا احنا نبحبحها شوية ونخليها ست سنين يلا ان شاء الله ما حد يحاولش طبعا باش مهندس ما الدستور الامريكي بجلال تقدره مدة الرئاسة فيه اربع سنين بس برضه والامور ماشية زي الفل عندهم عادة وما حدش فكر يعدلها ولا يغيرها والانجازات بتكمل وما بتقولش لا ولا بتقف ولا بتدبدل في الارض قال لك ما هو ده اللي جايب امريكا ورا ومخليها دولة عرة ومتخلفة وعايشة عالقروض وعليها ديون لطوب الارض والدولار بتاعها مركوب من كل العملات عاوزين مصر تبقى كده بقى والضيع زي امريكا طبعا انت عندكوا عقدة الخواج وعاوزين تقلدوا الغرب الكافر في اي حاجة مهما كانت فشلة طب ايه كمان قال لك تعديل الست سنين ده بقى هنطبقوا بأثر رجعي من السنة اللي فاتت عشان سيادة الرئيس السيسي يستفيد منه طب يا فقهاء يا دستوريين ما انتوا كده تبقوا غيرتوا نظام وشرط الانتخابات اللي السيسي نجح فيها في 2018 وتغيير دستوري قال لك لا معلش نسمعها من الدستور بصوته لمؤاخذة ويطلع يقول قدام الناس كلها انه معطرد غير كده محدش له دعوة طب بالنسبة لعدد الفترات نفتحهم على البحر يا رئيس ولا انت شايف ايه جهبز يا عبقار يا مافيا السيسي قال لا طب تعاوزين العالم يكون وشي ويقول علي مستبده وديكتاتوره عاوزحكم للأبد خلوه فترتين زي ما هي عادي بس يعملولي استثناء لي الواحدي ان ناخد فترة تالت وبكرة يبقى ثلاث فترات والفترة ست سنين يعني هافض الحكم بالصالح عن نبي الالفين وثلاثين حلوه يعني مبدئية مش بطان ولما الفين وثلاثين تقربوا عليكم خير لو البلد وقتها كانت لسه عايشة وما فرفرتش على ايدي ساعتها نبقى نعدل الدستور تاني ونحشي فترتين تلاتة كمان الشغلانة يعني ايه وزعين بس احور اننا نعمل استثناء لشخص بعينه دي حاجة مش دستورية ولا قانونية ولا وردت في اي حتة قبل كده بس يسألهم عندكم حق فعلا بس انا مش شخص يا جماعة انا نبي تنسيت ولا ايه يعني يتعمل استثناءات ومعجزات كمان عادي وطبعا كل التعديلات العظيمة دي اضطرحت في استفتاء ونجحت نجح ساحق وطلعت القولة على المدرسة والناس اقبلوا عليها وقالوا ان دي احلى التعديلات شافوها في حياتهم والبلد حالها تحسن والمشاريع اكتملت والاقتصاد قام على حيله والحياة بقى لونها فوشية زي ما حضراتكم شايفين مش معقول كده بصراحة دي مش تعديلات دي سحر الجرام الكاملة اللي اتعملت في الدستور المصري في عهد البلح من اول التفكير في تعديل مواد تدول السلطة بعد خمس سنين بس من اقرارها في الدستور 2014 اللي اتعمل في عهد السيسي نفسه وتطبيق الاسر الرجعي وتغيير شروط انتخابات اتعملت فعلا وخلصت لحد استثناء شخص بعينه وتفصيل مادة على مقاسه تسمح له بالحكم ثلاث فترات متتالية مستحيل تحصل في اي دولة محترمة في العالم او في اي دولة عموما والله بس السيسي اسم الله عليه عملها كلها مع بعض كده عادي هو سايب ايدف وعملها من قبل السادات لما جلسنا التمانين ولا ان فترته التانية قربت تخلص وهيسيب يغمت الحكم والسلطة هو وماما جهان فأم عدل الدستور بناءا على رغبة الجماهير العريضة وفتح فتراته عشان يكمل في الحكم بس للأسف السادات قدر يعدل الدستور بس ما قدرش يعدل في معاد موته وتقتل بعد اقل من سنة وما استفدش من التعديل ولا شام ريحته وسلم الدستور لمبارك بيضم الشرع عشان يركب على التعديل ده ويحكم تلاتين سنة بحاله يعني تقريبا كده مفيش في العالم حد بيبهدل الدستور ويلعب فيه ويشقل بكيانه إلا السادة الرؤساء العسكريين المصريين اللي مفيش وراهم حاجة إلا تعديل الدستور عشان يحكمه للأبد أمريكا وغيرها من دول العالم المتحضر لما لاشدعوا بيهم دول بيحترموا الدستور وما بيغيروش فيه وبيحموا كل مؤسساتهم وبينفزوا أوامروا بالحرف وبيطبقوا المواد بتاعته بالكلمة على الكبير وعلى الصغير مهما كانت الظروف مش رخامة يعني ولا غلاسة على الفضل هم بيعملوا كده لأنهم عارفين جويس إن احترام الدستور وتطبيقه على الديمقراطية هو الوسيلة الوحيدة عشان يفضلوا دول محترمة ومتقدمة وعشان شعوبهم تفضل حرة ومنتجة مش دول بلحية عايشة في دي الكوكب وبتقم عناسها وبتدوس عليهم كل دقيقة ونشوفكم على خير إن شاء الله